بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الدرس السادس من باب الصوم من كتاب أسهل مسالك كذلك التعجيل بالفطور ومذله التأخير بالسحور وصوم وقفة لغير المحرمي وتاسع وعاشر المحرمي وستة من شهر شوار كما ثلاثة من كل شهر عميما وجاز صوم جمعة والدهري كذلك التسويك بعد الظهري وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر تمضمض العطشان كاحتجامي كذلك التعجيل بالفطور ومذله التأخير بالسحور وصوم وقفة لغير المحرمي وتاسع وعاشر المحرمي وستة من شهر شوار كما ثلاثة من كل شهر عميما وجاز صوم جمعة والدهري كذلك التسويك بعد الظهري وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر تمضمض العطشان كاحتجامي رحم الله من دعا لنا بخير نور والجهالة حلك ومن سرى في ظلمة الجهلية لك قيل إن المرافض الحاشة أضيئ بصباح حوله فقال على البديهة العلم نور والجهالة حلك ومن سرى في ظلمة الجهلية لك العلم نور ولذلك مالك قال العلم نور يضعه الله في قلب من شاء قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم الحمد لله وحمد يواف نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كذلك التعجيل للفطور ومهلها التأخير للسحوين هذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس كذلك التعجيل للفطور مع تأكد الليل ومعرفة الأوقات واجبة على كل مسلم كما نصوا عليه يعني أن العلماء أوضحوا أنه يجب على المكلف أن يألم الأوقات هذا قول وقول آخر قال إنه يمكن أن يقلد ولكن من يقلد وجاز في الصيام والصلاة تقليد عدل عاري في الأوقات عدل أولا عاري في الأوقات ليس كل عدل يقلد لابد أن يكون عدلا وعارف الأوقات لابد أن يكون عدلا وعارف الأوقات هذا الشيء مهم جدا لأنه قد يجد عدل ولا يعرف الأوقات ليس له خبرات بالأوقات هذه مصيبة فلا يمكن إنسان عندما يقال الله أكبر للمغربي أو يقال الله أكبر للفجر يصلي أو يسحل أو يقطع السحر هذا ليس مهما أصلا كل الناس يؤذنون هذا ليس مهما خصوصا في هذه الأيام المسائد من يؤذن فيها أكثر من تسعم وتسع عدل فيهم لا خبرات له بالوقت هو فقط يمر إلى اليومية ويقول ظهر سيأدخل كذا والعصر سيأدخل كذا والفجر سيأدخل كذا وظهر سيأدخل كذا وخلاص ويكتب على المحراب إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يعلموا ما هو معناه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ليس مكتوبا على المحراب وليس مكتوبا في المجلة وليس مكتوبا في الورقة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مكتوبا موقوتا هناك نواقة للصلاة وقتها الله تعالى كما قال في كتابه المحكم وبعد ذلك بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممتزلا لأوامره سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله تعالى قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر هذه الآية فقط اجتملت على جميع مواقع الصلاة أقم الصلاة لدلوك الشمس زوالها من وسط السماء إلى الغرب وسنبين هذا في أوقات الصلاة إن شاء الله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل يدخل في ذلك المغرب والعشاء وقرآن الفجر يدخل في ذلك الصبح قرآن الفجر من بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للسائل على وقات الصلاة متى أدخل ومتى تنتهي هذه الأوقات معرفتها بهذه الأيام تجيب على كل مكلف ولا أسأل من الأقوام أحدها فتغليدكم للمؤذنين تغليد أعمى 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 لا يعرف أي شيء يعني أن المؤذن هو بنفسه تعلم دخول الأوقات نعم فالشك مع الفطر مع الشك مفطر كما قدمنا من أفطر به هو شاك أولى منه من أفطر به هو جاهل مقلد لجاهل ولا يعذروا في الجهل في ضروريات الأمور لا يعذروا في الجهل في ضروريات الأمور فإياكم وإياكم وإياكم وتغليد الناس في دخول الأوقات وليس هذا بقط كما نقلد الآخرين في كل شيء كذلك التعجيل بالفطوري بعدما أتأكد الإنسان أن الليلة دخل بتعديلاته الماضي بتأكده أن الشمس غاربت غاربت غيبانا كاملا بعد ذلك يتأكد من دبو له بعد ذلك التسارع للفطر وكذلك التأخير السحري بعدما يتأكد أن الفجر بقية قبله وقت مؤكد ويحدونه بقدر زلوه الساعة الساعة فلكية وهذه التي نحن الآن فإن كان المرام زل الساعة وهو المعروف شرعا زل الساعة فلكية تقريبا خمسة عشر دقيقة ما بين خمسة عشر دقيقة إلى عشرين دقيقة قدر ما تقرأ فيه خمسون آية المتوسط القراءة هذا هو المندوق والمهم أنه يعني يمسك وهو متأكد أن الليلة بقية منه جزء ولا يقالين نعم وصوم وقفة لغير المحرمين صوم يوم عرفة يكفر شلة قبله وسلة بعده ولكن ترضيب المحاضرين في هذا هذا ليس في محله صوم يوم عرفة لمن يعلم الأحكام ولمن لم يفرط في القضايا ولمن لم يشغله عن غيره مما هو مفروض عليه ولذلك محمد مولود بن أحمد فان قال والموت تسارع إلى التصدق معناها إلى التطبعات ومسلمون يأمره بالدانق ومن يطلبه بالدانق كم الواحد يتسارع إلى التبرعات وهو عليه كم من الديون وعليه حقوق الوالدين والأبناء وعليه حقوق الزوجات وعليه حقوق الأقارف وعليه كي يتبرع للمؤسسات والمسائد وهو عليه كم من حق بجنبه يعني أخته أريانة وأمه مسكينة في المستشفى وأبوه ما يقول كما يقول في مولتانيا هامل يعني وهو أصلها من العربية معنا لا أحد يرعاه هذا من من قاده هواه وصد عن ما يبتغي مولاه لو كان طالبا رضاه قدما ما أمر المالك ويقدم هذا مثال لمن يقدم التطوعات قبل الفرائر والمتسارع إلى التنفل وفرضه العينية لم يكمل أيضا وعلى المسارع إلى التنفل صوم عرفة وصوم ثلاثة من كل شهر وصوم ستة من شوار لك وعليه كم من قضاء وعليه كم من طلب علم فراط فيه فهذا ممن قاده هواه وصد عن ما يبتغي مولاه لو كان طالبا رضاه قدما ما أمر المالك ويقدم أحب ما تقرب إلي عبد به أدى ما افترض عليه أحب ما يتقرب به حديث قسي أحب ما يتقرب به العبد إلى ربه المؤدي الفرائضة ولذلك قال ابن عاشر ويحفظ المفروضة رأس المالي والنفل ربحه به ولي فإياكم والاشتغال بالنوافل والسنن قبل إكمال الفرائض هذا غرور من الشيطان وتزيين أزيين لهم الشيطان وأعمالهم فمن زيين له سوء عمله فرآه حسن فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء أعوذ بالله نعم لغير المحرم أما المحرم فكره له ذلك لأنه يضعفه عن القيام بأمور حجه وتاسع اليوم التاسع أيضا من المحرم واليوم العاشر وكل منهما وردت فيه تغيبات محرم وستة من شهر شوال كذلك أيضا ستة من شهر شوال لمن لم يكن عليه قضاء لمن لم يكن عليه قضاء فمن عليه القضاء أو عليه الاهتمام بفرائض أخرى قبله هذا اشتغال بهذه الأمور يعني تضيع وقت تضيع وقت تضيع وقت اشتغال بنافلة قبل واجب هذا تضيع وقت خلع من الشيطان ستة من شهر شوال كما ذلاذة كذلك اندبوا صوم ذلاذة من كل شهر كل هذا وردت فيه أحده من كل شهر عمم وجاز صوم جمعة يعني أن صوم الجمعة ليس قبله يوم ولا بعده يوم يجوز في مثل بمالك ودليله بذلك عمل أهل المدينة وعندما سئل عن تقديم عمل المدينة وعمل أهل المدينة ليس معناه عمل قرية هذا عمل يعني عمل أمة صدر أمة لأن البقيعة وحده دفنت فيه عشرة آلاف صحابي وتسعون ألفا من التابعين هذا في البقيعة فقط مقبرة البقيعة دعني من ما هو مدفون مثلا شهداء وحود وشهداء بدر وهناك كثير من الأموات من خارج أما في البقيعة فقط وهي أكبر مقبرة في المدينة تسعون ألفا من التابعين وقبله عشرة آلاف من الصحابة قال المالك يقدم عمله المدينة على حديث الأحاد لأنه برد في حديث مسلم أنه لا ينبغي أن يصام يوم الجمعة إلا وقبله يوم وبعده لكن مالك نظر إلى المسألة من باب ومن باب واقعي قال ألف عن ألف أحب إلي من واحد عن واحد عندما يتعارض عمله المدينة وهم التامل المدينة هو ما نقله التابعون تابعون عن الصحابة يقال ألف عن ألف أحبوا إلي من واحد عن واحد أما خبر الأحد وما رواه اثناني أو ثلاثة عن ثلاثة أو واحد واحد لم يبلغ العدد عقل احتمال عن خمسة عن خمسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكول قال له خبر التواتل فقال عمل المدينة متواتل لأن التابعين والصحابة لم يتركوا لم يتركوا شيئا فعله رسول الله وقاله إلا لما هو أقوى من هو نسخ وهذا ليس مالك وحقاد قال النخعي وهو من كبار التابعين إبراهيم النخعي من الأئمة الكبار قال وشر ذلك وحمد الحبب الله قبل ما يابى في كتابه في نظمه لترجيح الموطأ وغلط الناس أن الموطأ أرجعوا منه البخاري ومسلم وبيّن ذلك بأوضح بأوضح دليل فقال والنخعي قال الصحابة إذا توضأوا للكوع فرضا يحتدى مع قراءتي إلى المرافقين تبعتهم ولست بالمنافق بل لاتباعهم لما هو لحق وما به النصف آخرا قال أن النخعي لو قال رأيت الصحابة يتبضأون فرضا ليس سنة يتبضأون في غسلة الفرض إلى الكوعين الكوعين هذا عومي الرسل عومي الرسل الكوع مثلا هذا المفصل ما بين اليد والذراع قالوا ويتركون إلى المرافق تبعتهم وتركت الآية قال ولست بالمنافق لست أقدم الحادثة على كلام ربنا قال لا بل لاتباعهم لما هو الحق لما هو الأولى لتفسير آخر أو لنسخ وقد ألف ابن تيمية عفو الله تعالى عنه كتابا في ذلك تقديم عمل المدينة مع أن مالك لا يحتاج إلى من يعينه في هذا الأمر يعني كما قال كما قال السوري كما قال السوري إذا مالك مالك خلق حجة الله لأرضه على خلقه لا يحتاج إلى من يعينه من هؤلاء المتاخرين وجاز جمعة يعني أن صوم يوم الجمعة وحدهم جائز وليس قبل يوم ولا بعده ومن أراد أن يخرج من الخلاف لا حرج ذلك والدهر جاز صوم الدهر كله غير الأيام المحرمة كأيام العيد وهكذا فالأختلف العلماء هل الأفضل الصوم مطلقا الدهر كله لمن قدر عليه أو إن يصوم يوما ويغطر يوما والخلق الأفضل صوم يوم وبطر يوم أو عموم الصوم كما قال أحمد الكباب رحمه الله وتعالى كذلك تسويك بعد الظهر الشافعية يقولون إنه ما بعد انتصاب النهار بعد هذا الظهر يكره السواك مستدلين بحديث أن لخلوف فم الصائم أطيب عند الله مريح المسكو كما قال صلى الله وسلم رائحته والمالكية والأحناف يقولون لا هذا شيء طبيعي هذا لا يرد هذا 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 هذه الرائحة لا يردها السواك أصلا لا يردها قال أختلف مسألة معينة عقلية وصولية فقال ولو استاك الإنسان لا أرجع لأنها الرائحة تصعد من المعدة وهذه لا يردها السواك لا يردها السواك لكن لهم في ذلك مجالا فمن هو مالك يندب له السواك طيلة النهار ولكن يتحفى ومن هو الشافعي يتركه بعض الظهر ونحن خارجون عنها نطا يعني من هو مهل العوام نعم وفطر من سافر قبل الفجر مسافة القصر بقصد الفطر يعني أنه يجز للمسافر إذا سافر مسافة القصر 48 كيلو متر هذا هو المشروع من المالك وقيل 75 كيلو متر وهذا قول نظام قوي ولكن الصحيح 48 إذا خرج الإنسان من قريته التي هو فيها تجاوز حدودها يعني أبنيتها وما حد منها قبل طلوع الفجر يجز له أن يفطر إلى نوى الفطرة إلى نوى الفطرة فإن خرج من قريته بعد طلوع الفجر فعليه يكفي لذلك اليوم وهو في بقية سفره مخير بين أن يصوم ولا يصوم ولكن الصوم للقادر الأفضل لن يبقى على صومه لقول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ومن ليس بقادر مهلا من يضعفه ذلك أو يتعبه فالأفضل له وأن يغطر لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس من البر الصوم في السفر الصوم في السفر من دوب لمن يقوى لقوله تبارك وأن تصوموا خير لكم كنتم Hur وأقول قولها واستغفر الله لي ولكم ولا أسأل أكرر عليكم اشتغالكم وقت السحر وأنا الآن في وقت السحر قبل الفجر بساعتين تقريبا اشتغالكم بطلب العلم وتكريره أولى أولى وأولى وأولى بل واجب عليكم أكثر من الاشتغال بالاستغفار والاستغال بقراءة القرآن والاستغال بالنوافل فهذا تضيع وقت بالنسبة لمن عليه فرض بل حرام بل حرام لأن من قدم نوافل على الفرائض مغرور قال خليل وقدم فرض خيف فواته وقدم فرض خيف فواته فالإنسان مشغول بالنوافل وبقراءة القرآن وعليه طلب العلم الفرض العيني هذا مشغول ومخدوع من الشيطان مخدوع 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 يتبع هواه وفي الحديث إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا وإعجابك لرأيين فعليك برأيه فعليك بخويصة نفسك ودعا كأوام الناس سبحانك اللهم وبحمدك يشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتبليك سبحانك ربك رب العزيزتي عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين